اشتركوا في القناة والحكومة الموريتانية تم فيه توقيع عقدي شراكة بين هذين الجانبين حلقة المؤشر لهذا اليوم تناقش واقع وآفاق الاستخراج في موريتانيا نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الحلقة الجديدة من برنامج المؤشر كما أسلفت نناقش في هذه الحلقة واقعة وآثاقة الاستخراج في موريتانيا ونصلط وضوع لهذا الموضوع من خلال استضافة المدير العام للمحروقات بوزارة النفط والطاقة والمعادن المدير العام المصطفى ويلد البشير اهلا بك ضيفي الكريم في الايام الماضية احتضنت الوزارة توقيع اتفاق بين شركة شيل الهولندية البريطانية مع الجانب الموريتانية الحكومة الموريتانية بعقدين شراكة ما هي بنود هذهما؟ هي بنود هذين العقدين الذين تم التوقيع عليهم من طرفكم كوزارة لنفط والطاقة والمعادن وشركة شيل البريطانية الهولندية شكرا بطبع وقعنا في يوم الثالث والعشرين في شهر يوليو الحالي عقدي استكشاف انتاج مع شركة الشيل الهولندية وهي تعتبر من اكبر شرايك البترول في العالم احتلت هذه السنة الرقم الاول من حيث مؤشر رقم الاعمال وكما تعلمون يأتي هذا التوقيع بعد اقل من سنتين من توقيع وقود استكشاف انتاج مماذلة مع الشركات اخرى كبيرة كالشركة اكسون موبيل الامريكية ودخول الشركة البريطانية بي بي وتعزيز الشركة الفرنسية توتال لموقعها بموريتانيا بالنسبة لبنود الاتفاق وكما تعلمون مدونة المحروقات تنص على ان عقود الاستكشاف الانتاج تنطلق من عقد نموذجي مصادق عليهم قانونيا ويعطي الشروط العريضة لالاتفاق ويكون هناك تفاوض على بنود معينة كنسبة مشاركة الدولة في الانتاج كتقاسم الانتاج نسبة تقاسم الانتاج بين الدولة وبين المتعاقدين كالاتاوات التي تخصص كل سنة لتعزيز القدرات الكادر البشري وما الى ذلك يعني بصورة عامة هي العقود نموذجية عقود تم توقيعها مع مختلف الشرائق ولكن تكون عندها خصوصيات خصوصية هذه العقود هي انها سمحت بتعزيز والمكاسب التي حققت في نقاشات سابقة وعقود سابقة وقعت مع شرائق مختلفة وتمت زيادة مشاركة الدولة في هذه العقود وزيادة ايضا الاتاوات المالية التي ستحصل عليها الدولة السنوية كما تم ايضا التوقيع على مسودة اتفاق عامة من خلالها ستقوم شركة شل بالتعاون مع الوزارة بدراسة للوضع الطاقة بصورة عامة في موريتانيا ويكون هناك ايضا جانب يتعلق بتعزيز القدرات للكادر البشري في الوزارة وفي الشرائق التي تحت هي تحت وصاية الوزارة نعم واضح جدا اذا استمعنا من خلالك الى تعليق الوزارة وزارة النفط وطاقة والمعادن على هذين العقدين الذين تم التوقيع عليهم في الايام الماضية في العاصمة المقشوط بشأن شراكة بينكم مع شركة شيل الهولندية البريطانية اذا على هامش اللقاء الذي احتضنته نواجشوط وتم فيه توقيع على هذين العقدين اجرينا مقابلة خاصة بقناة الساحل اجريناها مع المدير التنفيذي لشركة شيل البريطانية الهولندية اندرو براون نتابع هذه المقابلة ونعود لنقاش ملفات حلقة المؤشر لهذا الأسبوع مع المدير العام للمحروقات بوزارة النفط والطاقة والمعدن البشير والمصطفى والبشير أنا سعيد بتوقعنا على عقدي شراكة انتاج ضمن ترتيبات تقوم بها شيل للتنقيب في اثنين من المقاطع البحرية سي 19 في مياه ضحلة والاخرى سي 10 في مياه عميقة وستتحمل شيل كل المخاطر في هذه العملية نأمل أن نأثر على الغاز أو النفط لتقوم بعدها الشركة لتطوير الانتاج ومن ثم تقاسم الانتاج مع الدولة بمعنى أن الدولة تأخذ نصيبا من الأرباح كمقابل لها على المواعد هذا مشروع طويل الأمد التنقيب يستغرق بضع سنوات وإذا تم العثور على النفط نحتاج لثلاثين سنة لتطوير الانتاج في هذا الحقل ونتمنى أن يكون هذا بداية لتواجدنا في موريتانيا لأدة عقود قادمة من خلال التقديب والتطوير ولهذا فإنها بداية شراكة بين شركتنا وجمهورية موريتانيا وهذه لحظة مهمة جدا ولكن بما أنها شراكة طويلة الأمد فنحن نعمل هنا على دعم القدرات وهذا يخص التشغيل وتوفير الوظائف فيما يخص سعشرة فتعتبر موريدا عميقا جدا لم يتم التنقيد فيه من قبل وهي شبيهة ببعض العمال التي قمنا بها في خليج المكسيك في أمريكا حيث نجحنا هناك بشكل كبير في اكتشاف ما نطلق عليه موارد ما قبل الملح ونعتقد أنه إذا تمكننا من إثبات هذا المفهوم سيكون ذلك مهما ومبشرا لنا وكذلك للدولة الموريتانية أعتقد أنه بوجود الغاز هناك خياران يمكن استخدامهما بمقابلة الطلب الخارجي مع الطلب المحلي أو يمكن استخدامهما للتصدير خصوصا في حالة الغاز الطبيعي المسال خياران باتوا واقعا في موريتانيا الطلب المحلي سيكون موجودا ولكن سيكون صغيرا سيكون هناك خليط من التصدير وهذا هو أملنا لذلك نقوم حاليا بإعداد خطة الغاز الرئيسية للبلاد أعتقد أننا إذا حققنا مكاسب تنقيبية كبيرة في الغاز أو النفط فستكون الإرادات التي تدخل للدولة معتبرة ولكن لا بد أن نكتشف النفط أولا اكتشافاتنا سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد وفرصة كبيرة للدولة لتطوير الهمية التحتية لفائدة شعبها ولكن أعتقد أن علينا التحلي بالصبر في هذه المرحلة فالتقيب سيستغرق عدة سنوات وبعدها التطوير يستغرق عدة سنوات أخرى لذا فإن الصبر سيكون مهما إذن هكذا استمعنا إلى هذه المقابلة التي خص بها المدير التنفيذي لشركة شل الهولندية البريطانية أندرو براون قناة الساحل ضمن هذا البرنامج برنامج المؤشر إذن نعود لنقاش ملف حلقة اليوم هذا الأسبوع من برنامج المؤشر مع المدير العام للمحروقات المصطفى والبشير كنا قد استمعنا معكم قبل الانتقال إلى المقابلة مع مدير التنفيذي لشركة شل البريطانية كنا نتحدث عن فحوى الاتفاق والعقود العقدين الذين جمعاكم مع شركة شل إذن برأيك ما هو سر تفسيركم ما هو تفسيركم لسر تهافت الشركات العالمية في مجال الاستخراج على اختيار موريتانيا كوجهة للاستثمار هل أصبحت كأسؤال طرحته على المدير التنفيذي لشركة شل هل أصبحت بالنسبة لكم هل ترون أنكم أصبحتم توفرون الظروف الملائمة للاستثمار هنا في موريتانيا حتى أصبحت شركات عالمية تتنافس على شراء عقد شركات معكم في مجال الاستخراج شكرا شكرا على السؤال هذا السؤال قيم لأن كما تعلمون الشروط التي على أساسها يأخذ أي مستثمر القرار أن يتوجه إلى دولة معينة شروط واضحة لا بد أولا من أن تكون هناك وضوح في العقود التي سيتم التوقيع عليها يعني الإطار القانوني والتشريع يجب أن يكون واضحا للمستثمر قبل أن يأخذ القرار مؤاتية من تحفيز للاستثمار من استقرار للشروط الاقتصادية للعقود من استقلال للقضاء ومن أيضا تجاوب للإدارة مع المتعاقد الاستثمارات البترولية استثمارات كبيرة تصل إلى مليارات دولارات مرحلة الاستكشاف تعتبر مرحلة فيها مخاطر كثيرة لأن المتعاقد يتعاقد على مقاطع وليست هناك معرفة مسبقة إذا كانت هناك احتياطيات أم لا أي أنه سيقدم على استثمارات تصيد مليارات الدولار وليس عنده أي ضمان بأن هذا الاستثمار سوف يتم استرجاعه أعود وأقول أن السبب الرئيسي الذي جعل موريتانيا الآن موقع وجه مفضل لكبريات الشركات البترول هو المناخ العام الذي يبدأ بالاستقرار قبل أي شيء لا بد من الاستقرار الاستقرار الأمن يكون مستثمر آمن في المنطقة التي يريد أن يتعامل فيها وأن يكون أيضا مطمئن أن العقود التي يوقعها مع الدولة سوف يتم الاتزام بها وبشروطها ولن تضاف إليها شروط تؤدي إلى نقص في المردودية التي على أساسها تم اتخاذ القرار إذن في أقل من السنتين تمكنت الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة النفط والطاقة والمعادل من استقطاب أربع شركات من أكبر شركات البترول في العالم الطالبات كثيرة علينا وليس فقط من الشركات الاستكشاف ولكن أيضا من الشركات العاملة في الخدمات وأعتقد أن الظروف التي تم توفيرها تجعل من بلادنا الآن وجهة مفضلة للاستثمارات الكبرى وسوف تواصل الوزارة سياستها الرامية إلى تعزيز ما تم التوقيع عليه وما تم تأكيده من أجل المواصلة في نفس النهش واضح 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 جدا واضح جدا لكن حسب ما توصلنا به من معلومات أن مثلا في حقل سلحفات أحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال سوف لن تكون هناك عائدات على الاقتصاد الموريتاني وعلى الميزانية الموريتانية إلا بعد 2021 إذن هل هذه الفترة الزمنية الطويلة والكبيرة وهي فترة ما قبلها هو فترة استغلال لهذه الحقول من طرف الشركات الأجنبية إذن هل هذا من نصوص الاتفاقية التي تربطكم مع هذه الشركات وهل هذه فعلا فترة طويلة تستحق أن ينتظرها المواطنون ويننتظرون العائدات الاقتصادية من هذا مثلا من هذه الأفاق الكبيرة الواعدة في مجال الغاز هل هذه مثلا ظاهرة صحية في مثل هذا النوع من الاستفاقيات طيب كما تعلمون عقود الاستكشاف والإنتاج تتميز بفترة كما واضح من الاسم استكشاف وإنتاج يعني قبل فترة الإنتاج وقبل أن تكون هناك عائدات يتم تقسيمها بين الدولة والمتعاقد هناك فترة يتحمل فيها المتعاقد تكاليف الاستكشاف خلال هذه الفترة المتعاقد يستذمر أموال هائلة من أجل المسوح الزلزالية من أجل الأبار الاستكشافية من أجل التقويم ويصل في النهاية إذا كان هناك مقدرات سامحة للاستغلال يصل إلى قرار بتنمية الحقل هذه الفترة تكون فيها العائدات بالنسبة للدولة هي الإتاوات السنوية كما قلنا لأن ليس هناك إنتاج يتم تقاسمه وعادة نظرا لتعقد والمستوى الفني العالي في المشاريع البترولية من فترة الاكتشاف إلى فترة الإنتاج يكون على الأقل بالنسبة للحقول البترولية ثلاث إلى أربع سنوات والحقول الغازية خمس إلى ست سنوات هذا في المتوسط يعني أن من بداية الاكتشاف وليس من بد الاستكشاف لأن الاستكشاف قد يطول عشر سنوات من غير أن يكون هناك اكتشاف بتالي كي يكون المشاهد تضح الصورة للمشاهد المرحلة الأولى هي مرحلة استثمار يعني المتعاقد لا يجني أي شيء وبتالي ليس هناك أي شيء يتم تقاسمه ولكن في هذه الفترة يقوم بدفع إتاوات سنوية تساعد في تدخل في الخزانة العامة وتساعد في ميزانية الدولة بعد أن يتم الاكتشاف وتقدير المخزون وإعداد الخطة التنموية للإنتاج وبدء الإنتاج يبدأ التقاسم على أساس العقود المواقعة آنفا في البداية يكون تكون النسبة الأكثر للمتعاقد لأن يكون هناك استرداد للتكاليف وشيئا فشيئا تكون النسبة المخصصة لدولة تزداد شيئا فشيئا مع استرداد التكاليف التي تمت مسبقا واضح واضح جدا واضح جدا بخصوص تقاسم الإنتاج بين موريتانيا وسنغال لأن حقل السلحفات أحميم حقل مشترك بين البلدين في الأشهر الماضية تداولت وسائل الإعلام حول نسبة موريتانيا من هذه حصة موريتانيا من هذا الانتاج وحصة السنغال حيث تحدثت بعض وسائل الإعلام عن نسبة موريتانيا قد لا تصل حد العشرة في المئة ونسبة سنغالية من إنتاج هذين الحقلين تقترب من 20% الإعلام السنغالي والجهات الرسمية السنغالية في أكثر من نقطة صحفية أكدت أن هذا الخبر عارم من الصحة وأن الاتفاق ما زال هو هو ولنتأكد نحن بعد ذلك في المؤشر من أن النسبة بين نسبة حصة كلا الجانبين هي 50% إذن بما أن نكون موجود معنا في هذه الحلقة من برنامج المؤشر إذن هل تؤكدون أو تنفون هذه المعلومات بشأن حصة موريتانيا وحصة السنغال كما تعلمون موريتانيا والسنغال وقعت اتفاق التعاون الثنائي من أجل تنمية واستغلال المخزون النفطي الموجود في حق الحميم الكبير تم التوقيع في التاسع من فبراير من هذه السنة بحضور رئيسي الدولتين في نواكشوط وينص بصورة واضحة على أن التقاسم الأولي للإنتاج سيكون 50% لكل طرف وهذا التقسيم ناتج من الطريقة التي يتواجد بها المخزون على حدود البلدين يعني المخزون تقريبا يوجد مناصفة بين البلدين وهذا تقسيم أولي والاتفاق يوضح الشروط التي على أساسها سيتم فيما بعد إعادة إعادة تقدير الاحتياطي الموجود في كل دولة عندما يبدأ الإنتاج يعني هناك معطيات فنية ستتوفر مع بداية الإنتاج وسوف تؤدي في النهاية إلى أن تكون النسبة التي سيحصل عليها كل بلد هي النسبة التي متناسبة مع حجم الاحتياطيات في حدود البحرية لكل الدولتين إذن التقاسم الأول للإنتاج سوف يكون 50% لكل طرف وكما ترامون الناطق رسمي بسي الحكومة أكد على هذه المعلومة يضر المؤتمر الصحفي المقرر في مجلس الوزراء وبالتالي نؤكد أن التقاسم الأول للإنتاج بين بلادنا والسنغال سيكون على أساس 50% لكل جانب اليوم 23 يوليو 2018 أين وصلت مرحلة التقاسم في هذا اليوم اليوم استغلال نحن ما زلنا في ما نسمي في مصطلحاتنا مرحلة التنمية يعني الدراسات الأساسية من أجل تقدير المخزون من أجل وضع الخطة التنموية عدد الآبار لأنها التي ستقوم بإيصال السوائل إلى المنصة العائمة طريقة التي سيتم بها فصل الغاز عن الماء وتصدير إلى كل ما إلى ذلك من العمليات الفنية تقدمت بصورة شيدة المتوقع أن القرار النهائي للاستثمار الذي سيعطي الإشارة الفعلية للعمل الميداني الذي استباقا بدأ في موريتانيا وفي السنغال ستكون مع نهاية العام سيكون الإنتاج إن شاء الله أول باخرة محملة بالغاز سوف تصدر إن شاء الله مع نهاية 2021 بداية 2022 إن شاء الله إذن شكرا جزيلا لك المدير العام للمحروقات بوزارة النفط وطاقة والمعادن المصطفى والبشير كنت ضيفنا كنت ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج المؤشر كذلك استمعنا أو شاهدنا خلال هذه الحلقة مقابلة أجرينها مع المدير التنفيذي لشركة شيل الهولندية البريطانية أندرو براون شكرا للفريق الذي صاحبني في تسجيل هذه الحلقة التي تم إنجازها على هامش حفل التوقيع توقيع اتفاقية عقدي شراكة بين الحكومة الموريثانية وشركة شيل الهولندية البريطانية إلى اللقاء شكرا